السؤال التاني بيقول يا مولانا أنا متجوزة في بيت عيلة بناكل ونشرب مع بعض بس أنا بتكسف فباخد ساعات أكل في شقتي وباكل بس من غير ما أقولهم حماتي كانت بتقول لي خد اللي أنت عاوزاه وأنا بقوم بشغل البيت كله عشان حسة بالذنب فقال ده يعتبر سرقة لإني ما بقدرش آكل معاهم كويس وبرضع وجوزي ما يقدرش ينفصل عنهم دلوقتي السؤال ده دقيق شوية ومهم إحنا عندنا قاعدتين مهمين جدا 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 قاعدة الأولى أن التقديم يقوم مقام الإذن يعني لو حد قدم لي الكباية لو حد وضع قدامي كده هو وأنا داخل البيت حط أكل كده وقدمه فإيه اللي حاصل فالتقديم يعني أنا دخلت فلما جيت رح حاطت الأكل قدامي فالتقديم يقوم مقام الإذن الإذن في إيه؟ في إن أنا آكل طيب فأنا إذا ما قدرتش آكل هل يجوز لي أن آكل أن آخذ؟ آه الأمر الثاني بقى أن الإذن الإذن في هذا الأكل أو الإذن فيما يتعلق بالعيش الإذن ده هيبقى عام ما لم يخصصه فأي قالت لي إيه؟ يا خدي 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 اللي أنت عايزاه فمش هيقيده بخدي اللي أنت عايزاه في هذا الوقت لكن خدي اللي أنت عايزاه باعتبار أن إحنا عيشتنا واحد فيبقى الأكل اللي أنت بتاخده عشان تكليه لوحدك ليس عليك إثن لكن الملاحظ في السؤال ده ثلاث حاجات الحاجة الأولانية الملاحظ في السؤال ده إن حضرتك عندك وسواس أو بدايات وسواس عند الجلد للذات زيادة مش لأنك أنت ورعة لا إن أنت عملت إجراء لعقاب نفسك على حاجة إن هي حرام قبل ما تسألي فأنت إيه اللي حاصل بتعملي شغل للبيت كله عشان تعقب نفسك عشان أنت لو كنت بتاخد الأكل ده والأكل ده بطلق حرام يبقى أنت عملت عقاب لنفسك لا غلط اللي أنت بتعملي ده ولذلك أنت لا يبد إن أنت تنتبهي إلى مسألة جلد الزيت قد يأول حاجة حاجة التانية اللي ملاحظة في السؤال ده بقى إن أنت محتاجة شوية تقربي من أهل بيت جوزي تقربي من حمادك وإخواته تقربي منهم ليه لأنهم في الحقيقة ناس صالحين إنهم يبقوا إخواتك ويبقوا كمان وتبقى هي كمان في مقام والدتك ودوة ليس خيانة لأسرتك الأساسية هو الواحد لو توسع في الأصدقاء هيبقى ده خيانة للأصدقاء والأساسيين أبدا فلذلك أنت توسعي في ده وأحسني إليه وبعدين لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو قال انتلقى أخاك بواجه انتلقى طبعاً أنا جبت منين عشان أنت قلت لي إن أنا بكسف أكل معاهم فأنت إنك بتكسف إن أنت تأكل معاهم ممكن الحاجز النفسي ده سببه إنه فيه غربة فيه فجوة بينكم فأنت عايزة تمر تعبري الفجوة دي فأنا بنصحك إن أنت شوية تقرابي منهم وتتعامل معاهم مش تتعامل معاهم على إنهم بيستغلكوا لخدمتهم ولكن على إنك أنت واحدة منهم حاجة وحماتك كمان هي ست زي ما يقولوا قدمت لإيه السبت بإن هي قالت لك إيه كلي وخدي معاك لو أنت عايزة الحاجة اللي بعد كده اللي أنا خائف كمان إن أنا شايفها في السؤال ده إن أنت شوية حاسة إن أنت مسجونة عشان أنت عايشة في بيت عيلة لا مش كل اللي عايشين في بيت عيلة لازم يحسوا بالضغط عليهم والضيق ومش لازم كل اللي عايش في بيت عيلة لازم واجب عليه إن هو ينفصل واضح إن أنت عايزة يبقى لك سكن مستقل ليه طيب لأن أنت شخص حساس ومتحبيش إن حد يتكلم عليك كلمة من كده ولا كده إزاي يعني مش حبة إن حد يقول عليك لا بتأكل كتير ولا حبة إن حد يقول عليك كذا ولا حد فيه شخصيات كده فأنا شايف إن مسألة التخطيط لوجود سكن مستقل شيء مهم في حياتك إنت أو إن أنت تتحاول تتخلصي من الحساسية لأن أنت عندك حساسية زائدة والحساسية دي تحتاج إلى إنك أنت ببساطة خالص تعالج الحساسية دي عشان تخرج من اللي أنت فيه ده اللي أنت هتعمليه الأكل اللي أتخديه مش هيكون حرام لكن في نفس الوقت انتبهي لفكرة جلدك لذاتك وانتبهي للفجوة اللي بينك وبين أسرة زوجك وانتبهي كمان إلى شيء مهم جدا إن آه أنت الأفضل ليك وللنمط شخصيتك إن أنت تسكني في بيت مستقل وبالمناسبة ده حقك لكن لغاية ما تحقق ده عليك بالعشرة الحسنة وحسن المعاملة نعم السؤال اللي بعد كده بيقول ترجمة نانسي قنقر